السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم أخوكم بسام ردوان الشمع منظر رائع من مقبرة نب إيمان 1350 قبل الميلاد وبجانب تلك الطيور الرائعة بالألوان والتفاصيل المزهلة للفنان المصر القديم وبجانب هذه الورود والقطة وهذه الحركة ونب إيمان والعائلة عايز أجذب انتباهكم إلى عدد من الفراشات نعم هذه هي فراشات يا جماعة الفراشة المكررة أكتر من مرة قدامنا دي يا جماعة مرة من جنب فوق ومرة من جنب تاني فتحة جزء من أجنحتها وبعدين مرة فتحة أجنحتها كلها كأنه بيعمل لنا عرض لأوضاع تلك الفراشة الرائعة الجمال سبحان الخالق في أوضاع مختلفة الفراشة دي جماعة مش من خيال الفنان المصر القديم الفراشة دي فراشة مدروسة ومعروفة علمياً حتى هم في الغرب دوها اسم علمي دينوس كريسيبوس دي اي 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 يو اس سي اي 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 اس اي بي بي يو اس دي معروفة باسم الافريكان كوين او الملكة الافريقية اسمها كده او معروفة باسم ال بلاين تايجر لا علاقة يعني بالمنظر يعني ايه بالشكل النمري نبقي من يا جماعة